الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول الحياة في سبيل الله يعني أن تعيش ستين سنة وأنت على الكتاب والسنة تتبع تأتي بالأوامر تجتني بالنواهي أمر صعب وأشق من الموت في سبيل الله الشيخ ابن باز رحمه الله لذا بعض الناس يكون مثلا مجمن مخدرات مثلا تقول له تب إلى الله يقول لا يستطيع لكن يقول ممكن أتوب خمس دقائق عشر دقائق أدخل مثلا في تفجير مثلا في عملية انتحارية أما أنه يبقى مثلا في سنتين ثلاثة يمتنع المخدرات يقول ما يستطيع نعم يقول له مجرد ما تدخل في هذا تدخل جنة مباشرة لا ليس هذا الدين الإسلامي قام على الحرص على دخول الكفار في الإسلام الآن لو فجر هذا مخالفة للشرع نقض للعهود التي بيننا وبين الكفار ثم هذا لو استعمل الدعوة إلى الله لأسلم المئات وقالوا أن هذا الناس وقالوا أن الإسلام هذا هو تفجير والإسلام والدين الإسلام والمسلمين براء من هذا الذي يصنع بعض الناس من التفجير والتخريب والمسلم ينصح للكافر والله نحب الخيل للكفار وهو أن يدخلوا في الدين الإسلامي نخاف عليهم من النار ونحن نخاف عليهم من النار دور المسلم في كل مكان في كل البلدان الإصلاح للإفساد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ماذا صنع؟ عامل الكفار بحسن الخلق فلابد أن نسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن ننقل الإسلام الصحيح ونحن نطلق الإسلام للإسلام اشتركوا في القناة